اكدت سعادة السيدة امنة بن تحمد الرميحي وزيرة الاسكان والتخطيط العمراني ان استراتيجية توفير الخدمات الاسكانية في المملكة ترتكز على تنويع الخيارات الاسكانية وزيادة المعروض من المشاريع السكانية بهدف حصول المواطنين على خدمات اسكانية في اقصر مدة زمنية واشارت سعادتها الى ان الوزارة تعمل على تنفيذ تلك الاستراتيجية التي تعد السبيل نحو استدامة الخدمات الاسكانية من خلال مسارات عملها الثلاث التي تضمن مسار برنامج التمويلات الاسكانية ومسار برنامج حقوق تطوير الاراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص بالاضافة الى مسار استكمال تنفيذ المشاريع المقررة في المدن الاسكانية جاء ذلك لدى مشاركة سعادة وزيرة الاسكان والتخطيط العمراني في الجلسة الوزارية بمؤتمر معرض سيتيسكيب 2024 التي تستضيف مدينة رياض وخلال الجلسة استعرضت الوزير الرميحي مستجدات الخطط والبرامج الاسكانية في المملكة وما حققته مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص من نتائج ايجابية على صعيد توفير الخدمات الاسكانية لآلاف الاسر البحرينية واضفت الوزيرة ان السبيل للنجاح في هذه الخيارات يتطلب العمل على زيادة المعروض من المشاريع الاسكانية التي تتناسب مع قيمة التمويلات التي يستفيد منها المواطنون منتهجة في سبيل تحقيق ذلك اطلاق مشاريع برنامج حقوق تطوير الاراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص من جانب ومن جانب آخر تشجيع القطاع العقاري على زيادة المعروض من مشاريع شركات التطوير العقارية بأسعار تنافسية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة